لتعز وجه مأساة البلاد تتسع فيها خارطة العنف وتضيق معها فرص الحياة وهو أمر يرفع حالة الخطر ويدعو أبناء المحافظة للتداعي وتدارك مدينتهم التي دافعوا عنها بدمائهم التي سكبوها لأجل أن تصبح منطقة تحكمها أجهزة دولة وليست عصابات لا تعترف حرمة الإنسان ولا حقوقه الانفلات الأمني في تعز بات المعركة الأشد خطورة بعد أن فقدت هذه المدينة معركتها الأولى مع ميليشي الحثي فهي لا تزال تمطر المدنيين بالقذائف وتفرض حصارها على معظم منافذ المدينة باتت شوارع تعز مسرحا مفتوحا للجريمة والجريمة هنا مسجلة ضد قاتل معروف ويصعب على الدولة بقضها وقضيضها الوصول إليه يقول هادي مخاطبا الحضور لديه يجب أن تعلم أن تعز دفعت ضريبة كبيرة وتستحق منكم أن تعملوا كفريق واحد من أجلها ومن أجل أنفسكم قال ذلك في اجتماع بقيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية لمحافظة تعز لمناقشة التطورات الأمنية التي تشهدها المدينة على خلفية المواجهات الدائرة فيها منذ أربعة أيام وكعادته يوجه الرئيس هادي بتشكيل لجنة رئاسية للوقوف على أوضاع تعز لكن معاناة المدنيين تمتد لما هو أبعد من تشكيل لجنة وكارثة تخلفها جراح أربعة أيام فقد سبقت هذه اللجنة لجان أخرى وحملات أمنية مشكلة من محادات عسكرية وأمنية داهمت مربعات الموت ومقرات العصابات المسلحة لكن لا تزال كتائب أبو العباس حاضرة في معظم الجرائم التي تشهدها المدينة ولا تزال العصابات المسلحة هي المسيطرة على المشهد وفيما تعجز السلطات الأمنية عن توفير الدعم الكافي من السلاح والعربات والوقود لتأمين المدينة تجد الأسلحة والذخيرة طريقها إلى الجماعات المسلحة لتزيد من حدة الصراع والاختلالات الأمنية في المدينة رغم المطالبات بإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيل النيابات والمحاكم المختصة وإخضاء العناصر المسلحة للقرار العسكري يأتي خبر تشكيل لجنة كما يبدو مخيبا للآمال خصوصا أن المدنيين في تعز يعيشون وضعا غاية في التعقيد فهل تجد تعز ملاذا آمنا بعد أربعة سنوات من الحرب التي تشهدها من جميع الأطراف أعداء وأصدقاء